فنان قدير فنان عظيم زي ما قلت لكم فكرة الفنان الممثل اللي هو ما بيهتمش غير بس انا هقدم ايه وقول ايه و ايه اللي هيوصل للناس فنان وممثل ومخرج وادوار متنوعة وكتيرة تشوفه زابط تصدقه تشوفه قائد تحترمه تشوفه رجل بسيط تفهمه وتقدره الفنان القدير محمد ابو داود في حوار انساني لطيف ربنا يقدرنا عليه اهلا بيك منورني سعيدة بوجودك معنا ربنا خليك انا اللي سعيد جدا جدا وان كان انا بعتبر خاصة معاك انت بالذات يعني انه اللي قائم اتأخر كتير انا اللي اتأخرت عليك اول ما قالولي انا ما يعني قلت لهم حضر على طول فورا اكيد انت منورنا وانا نفسي انه حوارنا يكون فيه نوع من انواع انا عايزة ادخل في الملفات اللي انت عاشت فيها يعني لما بنشوفك على الشاشة يعني احنا بنصدقك في كل دور صوتك ادائك المصرحي مخرج الادوات اللي بتملكها هل هي اللي ساعدت في انك تتنوع في كم انا وانا ببص على كم الاعمال مرعبة يعني يمكن ناس كتير مش متخيلة كم الادوار والتنوع اللي انت قدمتو ايه اللي ساعدك اخطر الدراسة الموهبة عملك كمخرج ايه اللي ساعدك اكتر في البداية هو الحقيقة ورغم ان انا كررت الكلام ده كتير انما بسؤال حضرتك مضطر اقول يعني اولا ان انا بشكر حضرتك على جملة ان بنصدقك لان دي اهم حاجة ممكن تبقى في الفنان اللي من خلالها يوصل للناس صحيح هو اللي حصل ان انا مليش دعو بحاجة انا من صغري منو انا عندي تسعة سين تسعة سين ونص لما اشتغلت في فرقة والدي الله يرحمه حسن بداود وكانت فرقة هو ومثلت وانا صغير معاه وتدركت في كل حاجة واشتغلت كل حاجة الاساس انا دايما بقوله الموهبة والموهبة دي بتاعت ربنا ومحدش بيعرف هو عنده موهبة ولا ما عندوش انما حد بيبت تشوفوه والكشافين بقى اللي يقدروا يقولوا ويخدوه في المنطقة دي او المنطقة دي وطبعا انا كشاب صغير او ولد صغير كل همي ان انا بحب التمثيل يعني طلقت الفريتوال دي كده وكان ممثل بردو ان انا بحب التمثيل انما بقى حبي للفن بشكل عام ان انا ابقى قاعد في مصر هشتغل اي حاجة اقطع تذاكر هشتغل لو انا موجود في الحياة حياة الفنية انا موجود فيها وانا عايز اخش المعهد لما اشتغلت بقى سواء قطاع عام قطاع خاص كل الشغلانات مراكز شباب وكنت قادوا مركز شباب الجزيرة وامد عبد الوارس الدكتور محمد عزب عيشة الكلاني كتير اسمع كتير اه فالهواية رغم انه كنت بشتغل على مستوى الاحتراف انما بروح المركز واعمل مصرحيات وامثل واخرج الاساس ان انا همثل عايز هدفي ان بعد كده اخش يعني اخلص سنوية واخش المعهد هخرج اعمل ايه لا بفكر فيه لا بفكر مثلا ابقى نجمة ولا بتاع ولا مسل انا عايز في الاخر اعود ايه هشتغل في استوديو هعود هبقى في بلاتو او في مصرح المهم ما بقى في مكان فيه فن ايه مش مهم مكان بالنسبة لي ولذلك اعط ازا ما نقول يعني ايه بحارب وبنحط في الصخر واعمل كل حاجة انت بتنحط من اول 30 جنيه اول اجر اخذ 12 جنيه 30 جنيه دول كانوا جمدين باخدهم في فرق تابوية دول كانوا زادوا كان زاد الحالي لا ده انا كنت بشتغل فرق والدي فباخد ده وده كان مبلغ كبير وقته سنة كم تقريبا الكلام ده كنا بقينا في سنة اواخر 69 وستين سبعين سبعين وبعدين سبت فرقة والدي وروحت اشتغل في مصرح الدولة لان مصرح الدولة بالنسبة لنا بقى واحنا في مركز شباب والبتاع النجوم النجوم اللي فيه او دول اباطرة المسرح زي ما كنا بنسميهم يعني فانا روحت بقى بدأت بـ 12 جنيه العقد بقى 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 10 جنيه ونص وكنت بخلص المدرسة واروح المصرح اعمل بروفات يعني بشتغل وانا بدرس يعني ليس احتياجا طبعا ولكن حبا يعني والدي كان الحمد لله معقول وكده يعني انما انا سبت فرقة والدي القطاع الخاص كان بالنسبة لي قال يعني انا معتبر انه حاجة بسيطة طبع انما عايز اروح ده ولذلك اتي حتلاقي الفرصة ان اشتغل جنب اسدزة كبار يعني لما انا بقى كده اقف او اشتغل مع يوسف في واهبي طبعا وابقى متصور معا ده بسنة جميل السيد الحمد غيس مدام كريمة مختار تاريخ انت بتشتغل مع التاريخ مع التاريخ اشتغلت مع التاريخ طيب خليني كده اسألك الاعمال التاريخية والاعمال الوطنية اللي اتنين اصعب من بعد العمل التاريخي محتاج قوة شخصية صوت لغة عربية ومصدقية والعمل الوطني نفس الحكاية محتاج مصدقية ومحتاج ان انا اسدقك في دورك هل ده كان دايما من نصيبك انك بترشح بسهولة جدا في الاعمال دي هو اولا بس احب اقول حراتك ان المصدقية اللي احراتي بتكلم عليها لازم في كله في كله صحيح انما هي هنا سواء في التاريخية او الوطنية بس اصل الوطني شوية يعني ايه لازم اقيس كمان شخصية الفنان وبيعمل ايه في الحياة يعني لازم اقيس حاجات الهوية يعني في حاجات معينة لازم اصدقك فيها يعني هو ده يعني تأكيدا على كلام حضرتك في السنة سواء اللي فاتت او اللي قبل منها وانا بالذات عامل دورين مهمين في اعمال وطنية سواء العائدون سنة اللي قبل اللي فاتت طبعا كان دور حلو جدا فيعني اصروا علي والان بيبقى في دخل للاجهزة انها تشوف السنة اللي فاتت لما بعتولي وكده وانا ادعى فاللو انت كنت تعلب قبل كده في التعلب زمان فانت كنت تعلب كبير في التعلب زمان فيعني الادوار بتنادي بعضا الحمد لله انما واعتذرت السنة اللي فاتت والبتاع وحاجات كده وبيضغطوا بقى علي في الفلوس وانا انما الاسرار الاجهزة علي ان ده لا هو ده اللي يعمل الدور عشان ده الناس مصدقا عشان ده عنده مصدقية ما عملش كزا ما عملش كزا ما عملش كزا فلازم لان في حاجات علشان زي ما حررتك قلت الناس يصدق يبقى هم عندهم الاول في تاريخ ان هم والحمد لله يعني لما مش في الشارع الناس يقول لي احنا بنحترمك وده جزء وده حاجة مهمة جدا وانت حضرتك بتذكر العائدون فاحنا بنتكلم على مصر في محاربتها للارهاب ملفات كبير جدا بتدار من دول يعني والعائدون الحقيقة وضح حاجات كتير جدا انت هنا ممثل لكن انت مصري وبتشتغل وكأنك على الهوى لان هذا الملف مفتوح حتى اللحظة صعوبة ده ازاي انت مش بتشتغل مثلا في قصة قديمة او تاريخية او من نسج خيال مثلا مؤلف هي اشياء وقعية تحدث لنا شوفي حضرتك زي ما تقولي اولا انا الحمد لله معروف تاريخي مش حدا ان انا لمثقف ولا كده يعني انما ايه مهتم وبحب بلدي قوي ومواقفي معروفة ويمكن الحمد لله ان ما حدث في 25 يناير ان انا كان ليا نظرة سابقة وشايف الصورة من خلال قراءاتي وخاصة بعد ما كنت عملت مسلسل جماعة السيد وحيد حامد وقريت كتير عن تاريخ الجماعة يعني فلما بيجيني دور انا العقدون ده كان بالنسبة لي صعب جدا طبعا ليه لان رئيس المخابرات موجود صحيح اه انا فيها شبه شوية او كده او بتاعي انما انما اما قريت الكلام كان بالنسبة لي صعب جدا صعب في ايه انا مش تمثيل اصله حقيقة وده اللي انا بقوله ده حقيقة واحد حضرتك اتنين لقيت الكلام مهم جدا 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 مش مسألت بقى هنا لو جيت انا اقوله كده وجي حد يقوله المشاهد بعد شوية ممكن يهرب مني ليه لان فيه كلام بقول كلام كتير واللي كان بيحصل واللي حصل واللي بيحصل في الايام دي لان المخابرات كانت متابعة كويس فانا علشان مهتم بده حفظت كويس قوي علشان اعرف اقوله للمشاهد انا اساسا وكأن انا فعلا رئيس المخابرات لا بس كمان بقوله ايه عشان حضرتك تتشديلي مش مجرد كلام بقوله ازاي بقى هفضل هقطع الجملة ازاي واقولها ازاي عشان توصل فحضرتك لو قاعدة كده بعد شوية اتعملي كده عشان تتأكد من الكلام دي الصعوبة بس ده الممثل اللي هو مش مجرد انه مؤدي لا انه فاهم وعارف انه صاحب رسالة وازاي يوصلها اكيد استاذ محمد حضرتك مين امن بيك يعني انا عارفة انه يعني استاذ صليح مرسي امن بيك كتير الله رحمه وكان يعني حابب يحطك في اشياء كتير متقدمة اعرف مثلا انه استاذ انعام محمد علي امنت بيك كتير وكتير من المؤلفين والمخرجين يعني هذا الايمان ده كلفك حاجات وساعدك ولا كان ضدك احيانا يعني مع وقعة واقعة الاستاذ صليح مرسي رحمة الله عليه وكان ما رشحني البطولة مسلسل كان فيه ثلاثة وجودات ساعتها الاستاذ مامدوح عبدالعليم رحمة الله عليه والاستاذة ليلى علوي ربنا يكرمها والعبد الله وهو اللي خدني وداني للمخرج وشاف للمخرج ويقتنع انما تشلت يعني المخرج كان يعني عمله نجم وده يمكن حول مصاري الفني لان انه 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 لانه كان في مشوار لو كنت عملت المسلسل كنت لسه في البداية ده بدايتي وكان اياميها التلفزيون بيزيع مسلسلين اتنين فالناس كلها بتبقى قاعدة وفي رمضان فكان ممكن يعمل عملك ازمة نفسية وانا كنت عشان بشغل في كل حاجة في المصرح وكنت ساعتها مساعد مخرج ومتميز وكده فانسيت التمثيل وركزت في مساعد الاخراج وهنا يعني نسيكت مرحلة انتقالية في الوقت اه ربا ضرت انك انت تشتغل في الاخراج فركزت لو قلت بقى انا خلاص يعني بما انتو كنت انا رايح مجال تاني اه وفعلا ما بقتش امثل بقى غير مع صحابي حد يطلبنا مخرج صاحب بتاع انما انا مهتم بالاخراج وبقت بخرج كل سنة مسرحية او مسرحيتين ما بين القطاع العام والخاص وبقت منتش كمخرج لان بقى لي اسمه وعملت عمال كبيرة لنجوم كبار اشتغلوا معك اشتغلوا معك سيد 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 المهندس ومدام شكار السيد محمد كل نجوم مصر بالكوميديانات يعني الحمد لله اه وجات علي في لحظة ان انا خلاص زيت احيز امثل بقى انا يعني بقى لي انا خلاص انا مايسترو فلما بعتلي الاستاذ يعني العالمي وكان جان الجزء التاني في ايطاليا ومن خلال نبي الحلفاوي كان صديقي وبطل رويتي عفلت لكل مواطن هو وعملت له مقجومة عندي في الاكيديمية وكان معاهم محمد وفي الله ارحمه ولما رجعت من ايطاليا وروح تسلم على الستاذ يحيا اشتغلت معزني بركات لما جيب عتلي بعد كده في المسلسل التاني نصف رباية الاخر وقالت ايه ده كانوا مش عارف اربعة خمس حلقات وتعمل تقول لك يا سيد زيحي انا راجل مخرج ومحترم وليا مكانتي وشاعة انا هبطل التمثيل الله يرحمه قال هتعمل الدور ده لا جملة حضرتك اللي قلتها في البداية قال لي بص محمد عايز اقولك حاجة انت ممثل مصدق على الشاشة وانا بسدعك بس انت دلوقتي في مرحلة صعبة لانت شاب صغير ولانت كبير فانت مفروض انت فرحلة وسط لازم يكتب لك ادوار مخصوص وليقول له انا مين اللي هيكتب لك ادوار مخصوص وهو اثار ان انا عملت دور وعملته فعلا ونجح جدا والحمد لله مسلسل من اهم المسلسلات والحمد لله يعني طيب من هنا حصل تحول داخلي نفسي داخل حضرتك وقلت خلاص انا مش هممني الدور من جلدة للجلدة انا اثبت نفسي كمخرج انا هعمل المهم ان المشهد يكون يليق باسمي ويبقى اضافة للمسلسل هل حصل ده لحد المرحلة دي لا امتى بقى ده حصل انا فضلت ده حصل سنة 98 كنت بخرج مصرحة مول السيد المرعب وبعت لي الاستاذ حسان الدين مصطفى في مسلسل ابن حزم ورحت بتاعه انا ما كنتش بحب حسام او في المرحلة دي يعني بتايق لي نشور بتاع انما لما عرفته عاشقته رحمة الله عليه راجل جميل وبيحب كل الممثلين وكان يخدم اي ممثل شغل معاه المهم فحددت فلما بعتلي لقيت في الدور الصغير اه الخمس حلقات من الجلدة للجلدة المنصور المنصور قلت ايه ده هروح بقى ولزق دقن وحاجات بقى قديمة وبتاع وحتعب وكان اجري في التلفزيون ساعتها يعني هاخد في المسلسل كله مش عارف كله تلاف وخمسمائة جنيه هيصفوا على 2500 ولا حاجة ولا حاجة يعني فجيت هاعتذر كان قاعد جنب الاستاذ يوسف عوف فبيقول لي قلت له حسام الدين مصف عادل خمس حلقات مش عايزة انا خلص التمثيل بالنسبة اللي انتهى جملة يوسف عوف رحمة الله علي قال لي طبعا كاتب الكبير قال لي اللي انت ما عملتوش في عمرك كله ممكن تعمله في سنة واحدة لما عملت الدور والحمد لله لقيت يعني الثناء جامد جدا والبتاع وراح الاستاذ حسام خدني المسلسل اللي بعديت داني بطولة نصر الشارع أسدين شيروكو في نفس العام بعتت لي مدام إنعام محمد علي أم كلسوم بعدين قاسم أمين بعدها وبقى قاسم أمين فبدأت ايه ها وبدأ أعمال تانية بقى غير مع صبح بعمل أعمال سنبل كنت عملت سنبل كنت عملت سنبل بقى يعني فارس بلا جواد وتعرضت الرواية ونجحة اللي هي ملسيد المرعب عرضتها تمانية وتسعين تسعين ألفين بعت لي الأستاذ عاد الإمام أعمل بوديجارد وعملته عشر سنين عشر سنين متصلين فمش عارف أخرج طبعا في وسطهم أخرجت كده مصرحيتين ويعني ايه في وقت الأجازات فده بقيت بمثل هنا فبطلب كتير وحصل بقى اللي حصل بعد خمسة وشر هل ده عمل لك رضا نفسي يعني اللي انت بتقولهولي عن المشوار أني أكون نجم الأول التنوع اللي حصل لك ما بين إخراج ما بين أدوار مهمة عمل لك الرضا النفسي الحمد لله أولا حضرتك أنا طول عمري الرضا عندي ربنا منحني بس كنت بتنتقد نفسك كتير أستاذ محمد يا بنتقد ده أنا مازلت والانتقد درك أنا بزعل أولا بس إيه يعني ببقى قاسي على نفسي ليه لأن دايما ما ببقاش راضي يعني بقول ليه عملت ده طب ليه كان هنا مفروض أعمل كذا كان فيه كذا بس برجع أفتكر جملة الأستاذ الكبير رح نطل عليه الدكتور العظيم الدكتور علي فاهمي أستاذنا وده كان ده اسمه في الأكديمية البريطانية يعني من الأستاذ الكبار الدكتور علي فاهمي ده دكتور وأستاذ في المقعد طبعا طبعا وبفلوسه وجي ينتج فيلم ولا تردده الشديد حتى وهو ممثل في الإزاع ويقول لا غلط من كتر تردده بدأ يبعد بدأ ما يشتغلش فقعد يحزرنا بالحكاة دي فأنا برغم إن بزعل من نفسي في حاجات وكده بس ببدأ أرجع في تكر جمل الدكتور علي أقول ما حلش خلاص هو اللي حصل ارضى بقى إنما برضو لما بتراجع نفسك برضو بيبقى فيه تحسن في اللي بعده أكيد الانتقاد للنفس وكده بيخلي الإنسان يعمل حاجات أحسن أفضل أنت لما بيجي لك عمل من الأعمال اللي بيجي لك ما بتبصش على اسمك رايح فين بتبص على إيه دلوقتي أنا لبقيت بهتم هيكتبوا اسمي فين كنت زمان بزعلوا عن الوطان ولا حجم الدور إيه لأن زي ما كنت بقول للممثلين لما بجيبهم وأنا بخرج ما فيش دور صغير ولا دور كبير في دور مهم فيه ممثل صغير وممثل كبير فالنهاردة بعد الحمد لله بقت الناس عرفاني وكده حتى لو رحت عملت مشهد بس المهم أنا بعمل أنهي مشهد مشهد يبقى له تأثير في الضرامة أكيد هتفضل المشهد ليه تأثير وحضرتك تكرمت في المسرح القومي وكرمت من الجمهور وكرمت مننا اسمك بينوار الشاشة بالنسبة لنا وإحنا كجمهور ما بنبصش اسمك مكتوب فين بنبص حضرتك قدمت إيه ربنا خير فأنا بشكرك منورنا وتشرفنا بوجودك في التاسعة وفي عشر ثواني إيه اللي نفسك فيه نفسي محمد أبو داود المخرج الممثل نفسك في إيه نفسي من ربنا إنه يديم علي حب الناس وحسن الختام إن يعني لحد ما يجي للأجل إن شاء الله إن أبقى مصطور وأبقى كويس ويحفظ لبناتي وأشوف أولادهم أكيد ودايما يبقى سعادة أكيد هيفضل الستر والاحترام عنوان أكيد لكل اللي قدمته يا رب تكون زابط تكون فلاح سعيدي سعيدي مجرد دور بتقدمه على الشاشة الصدق والمهنية أكيد هم أحلى حاجة بشكرك شكرا ومنور دايما الشاشة بشكرك وإلى الأمام أنا اللي بشكر حضرتك ودايما كده من وراءنا وأنا سعيد إن أنا معاكي وفي السوديو عشرة اللي عملت فيه أهم الأعمال منها مصر الشرق هنا والأعمال التاريخية وده بيتي وأنا بحب ما بتأخرش لما بأطلب في حاجة في التلفزيون المصري أكيد لأن ده فضل عليك كتير نورتنا وشرفتنا ودايما نجمك يكون على الشاشة ده كان دورنا النهاردة إن احنا ننقل لكم حالات حلوة من مهرجان العالمين للموسيقى لكل الحاجات الحلوة اللي تكلمنا فيها وختاما بفنان كبير وقدير مصري دايما ولادة محمد أبو داود هو الممثل القدير اللي بيننور الشاشة هتفضل دايما التاسعة هي عنوان كل الفن الراقي أشكركم وبكرة التاسعة مكملة معاكم وأنا ألقاكم بإذن الله الخميس المقبل تصبح على الفخير